نبدأ بقى في أخبارنا أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بفصل محمد ناصر فعود معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأذيبية وقرار بفصل أحمد رضا رخى معاون النيابة العامة من عمله توضيح إن القرارات دي اللي بتكون من النوعية دي بتكون صدرة من جهات العمل وبعدين بيتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية وبعدها بيتم نشرها في الجريدة الرسمية طبقا للقانون